السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب تكونوا جميعا بخير قدامكم البنوتة الجميلة دي اسمها نجمة صادقي هي يوتيوبر مغمورة ونجحة جدا في أفغانستان طبعا لما جي حكم طالبان في أفغانستان هي كرهت حكمهم جدا وحبت انها تسافر بره البلد لكن سبحان الله تفرون من قضاء الله إلى قضاء الله فماتت في تفجير داعش في المطار وهي مسافرة فأنا مش عارفة ليه الناس بتهرب من حكم طالبان وإيه السر طبعا أن أمريكا مرة واحدة سحبت من أفغانستان أنا طبعا كإنسان عادية مصرية عادية زي زيكم بس أنا شايفة يعني طيب حكم طالبان جميل وبالحكم الإسلامي كل حاجة بس هو الموضوع في سر يعني طبعا هم عايزين الستات كلهم يبقوا لابسين كده يدوب كتار في عينيها طب أنا لو أنا مشي وعني يبين مثلا وبصور كده ممكن أتضرب مثلا ممكن يأزوني أزا معين فمش عارفة يعني طب أنا بشوف سيدنا الرسول في المنام وربنا سبحانه وتعالى قال لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فأنا بقول لجماعة بتاع طالبان يعني لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي ما نفعش إن أنتوا يعني تحكموا الناس بالحديد والنار كده من أولها يعني مثلا الحكاية فيها إن طبعا الأمريكان سايبينكم عشان يقولوا شايفين آه قدي الحكم الإسلامي وطبعا دين الإسلام دين يسر مش عسر والبقاء لله طبعا في نجمة صادقي ولا تدري نفسه ماذا تكسب غدا ولا تدري نفسه بأي أرض تموت وطبعا عايزة أفكر مجموعة طالبان ياريتهم طبعا يكونوا سمعيني أن رسول الله ما كانش صخاب ولا لعان في الأسواق يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة واجادلهم بالتي أحسن لكن إن إحنا مثلا نروح على الجماعة الكوافرات بدل من قلهم واحدة واحدة مثلا شيلوا الصور شيلوا الصور البنات اللي على المحلات بره فإن إحنا ما نمسكش الهراء